السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من برنامج السرشاجي لو انت كان عندك تسليم مشروع في الشغل وقعدت كتير قوي والضغط ععدت مثلا في خلال شهر انت بتسلم المشروع والضغط علي الجامد وان انت كان في عادات انت بتعملها وهي صغيرة زي مثلا انت كنت بتتصل باصحابك بتخرج بتعمل وفي الاخر بسبب المشروع ده انت تقفلك كل حاجة وبقى عندك ضغط جديد او انت مثلا عندك مثلا زي حمل زي مثلا حصلك مشاكل في البيت فكنت انت بتعملي عادات صغيرة زي متزبطي الشقة بتعملي بدي مسحي الحيطان بتعملي حاجات صغيرة في حياتك زي مثلا بتلعب رياضة بتشرب مياه كتير وهكذا فجأة لما جالك ضغط معين فكل حاجة دي وعد كل حاجة وعد فايه اللي ممكن تعمليه عشان ترجع كل السلسلة دي تاني السلسلة دي بتقال في كتاب اسمه the one thing the one thing اللي هو كتاب بيشرح ايه الشيء ان لو انت عملته هيقدر يصلح كل الحاجات اللي انت بتعملها وكل العادات اللي بازت منك وكل الحاجات اللي وقعت منك فابتدت الكتاب ده يتكلم عن انت ازاي تعرف تستخدم تقدر تستخدم او تقدر تختار مبين حاجة واحدة بس تقدر تزبط لك حياتك كلها فيه ناس بتقول مسلا انا قدر اختار الصلة الصلة ان انا اخترتها هيهديلي اعصابي هبتدي اقرب من ربنا ربنا يفتحها في وشي وصح ده حقيقة فيه ناس بتتكلم في الممارسة الرياضة اللي هو ازا كان انت ازاي بتعرف تمارس الرياضة فهبتدي تزبط حياتك كلها انا كواحد زي محمد تحسين انا جات علي فترة ان انا كنت ادخين اه كنت باكل كتير اه وزني ابتدى يزيب جدا هدومي ابتدت تديق علي وبيت اوزعها وبتدي اوديها للجامعات الخيرية اه ابتديت لانا انام انام يعني متأخر ابتدي لانا انام في الشغل ابتدي لانا ما قدرش ازبط حياتي كل ده شفت ستسلسل سيكوانس بالهبل اهو كتير بمجرد ما ابتديت لانا العب رياضة وبتدي اعمل ضيت ابتديت انا مبادري ابتديت اشرب ماء كتير ابتديت اكل اكل صحي ومصرفش فلوس كتير في الواجبات الرخيصة او اللي هي الواجبات ابتديت اللي انا اشتري هدوم احسن ابتديت ان انا البس هدوم لاندي واللي كانت صغيرة وما ب fermentedش اشتري هدوم افضل فبقت اوفر في فلوس اكتر كل ده من حاجة واحدة كل ده من.. العادة الوحدة العادة الوحدة التكلفة التكلفة فمثلا شوف نفسك ايه اللي تقدر تختاره ايه اللي تقدر تعمله ايه اللي تقدر تشوفه هينسبك لو انت قدرت تعمله يعني انا مثلا كواحد ممارسة الرياضة بالنسباني فيه ناس كتير اوي على فكرة بمجرد ما هتمارس الرياضة حياتها كلها هتتغير صدقوني مثلا فيه ناس بتقول مثلا انا هصلي او مثلا هتبع مثلا طلق الربنا وهلعب رياضة دي حاجة تتبع كويسة انك تقدر تختار شيء واحد يقدر يعدلك حياتك كلها وانت ازاي تعرف تستغل العشرين في المية من مجهودك عشان تحقق تمانين في المية من الريزلت او من النتيج لان فيه ناس بتتعب ان هي بسبب الموضوع لقابل الشيء الواحد ده انها بتكتهد او بتعمل تمانين في المية من المجهود عشان تحقق عشرين في المية بس من النتائج وده حاجة طبعا ده ده متعب عليك لو انت صغير كpowers لك ماشي لكن لما تكبر في السنة تبقى الموضوع الصعب عليك حد لو انت صغير بتحيس انت كبرت فجأة لما انت تعمل تمانين في المية من مجهود كبير عشان تحقق عشرين في المية من الريزل لأ انت بمجرد ما تتبع النظام اللي هو الشيء الواحد لو انت قدرت تمشي على شيء واحد بس ده العشرين في المية من المجهود فهيديك تمانين في المية من الريزل فهديها تبقى حاجة كويسة أو تمانين في المية من النتيجة فحاول انك تعرف تستغل وإيه الشيء وحاول كده تسأل نفسك شوية فالسؤال هو ايه الشيء الواحد اللي انا ايه لو عملته كل المهام اللي بعد كده هتبقى اسهل أو هتبقى غير مهمة فحاول انك تركز انك تعرف تعمل ايه وتقدر تختار ايه بالزبط عشان تقدر تعمله زي بالزبط تأثير الدومينو الدومينو لو انت جبت دومينو صغيرة وبعد كده جبت بعديها اه اه او قطعة دومينو صغيرة بعد كده جبت قطعة دومينو ضعفها وبعد كده ضعفها وهكذا 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 او، مثلا ان اقول الكتاب فهذا من الم� n Baby ومجرد اتضغط على الشئ الواحد او تغبط وهي هو هي خط كلها بدونها في هذه الحادقة من الواحد كانوا اضعاف zast disruptivari لحد من اصل الى اضعاف قد المبنى وهكذا ماذا انك دارت لتصل او هذه الحادقة او تدوى ان اختار الشئ الواحد انا عن نفسي اخترت ممرسة الرياضة لان احصلت لكه او تغييرات كثيرة غ曲امة في حياتي فانت لو قدرت تستغل كويس اوي وتقدر تختار الشيء الواحد انه هيقدر يغير لك حياتك دي هتفيدك كتير اوي هتقدر توصل لقاعدة او القاعدة بتاعك اللي انت تستغل 20% من مجهودك عشان تحقق 80% من النتيجة بدل ما تستخدم 80% من النتيجة 80% من مجهودك عشان تحقق 20% بس من النتيجة كان معكم محمد تحسين من قناة الترشاجي ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشغل في زر الجرس وتشغل شكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته